يقول ابن عطاء الله السكندري واسمعوا ياهي والإخوة اختم بها يقول جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة يعني الله بتعامله بالنقد يعاملك بالنقد تؤجله يؤجلك جل ربنا أن يعامله العبد نقدا حاضرا فيجازيه نسيئة الله يعجل الخير لمن تعامل معه بعجلة الخير وعجلت إليك ربي لترضى سيدنا يوسف عليه السلام عجل بالخير فعجل له الخير إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه الله أكبر مباشرة بدون مهلا فاستجاب له ربه فصارف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم لو إنه اعتمد على نفسه والله ما صرف الله كيدهن عنه وكذلك نحن نعتمد على أنفسنا الشاب في الجامعة يعتمد على نفسه تاجر في السوق يعتمد على نفسه الرجل في الحي يعتمد على نفسه طالف في الامتحان يعتمد على نفسه الاعتماد على النفسي باب من أبواب البلاء العظيمة والتبرؤ من الحول والقوة أبواب عطاء من الله تفتح لهذا المتبرأ نحن لا نملك من أمرنا شيئاً لا قوة ولا حياة ولا نشوراً ولا عقلاً ولا قلباً ولا روحاً نحن جميعاً ملك للواحد الأحد نسير بمدده ونأكل بمدده ونحمى بحفظه وهو الحفيظ وليس لنا من الأمر شيء حاش لله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو رسول الله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير من توكل عليه